خطة لعلاج حالات أخر إنجاب بتترتب من كذا حاجة المناظير طبعا مهمة جدا في حالات أخر إنجاب غير معلوم السبب بالزاد عشان في حالات كتير بنخش نلاقي فيه حاجز مثلا في الرحم صغير ده بنشخصه بمنظار الرحم ما بيبانش في الصنار وما بيبانش في الأشعر بالسبغة وما بيبانش اه ممكن ما يبانش لو حاجز صغير يعمل لي إيجاد متكرر أو يعمل لي تأخر إنجاب غير معلوم السبب ومنشخصهش غير بالمنظار وعلاجه بالمنزار ساعة بتبقى فيه لحميات صغيرة لحمية صغيرة لا تتعدل لتنين ملي تلاتة ملي بس هي مكانها جوة تجويف الرحم بيمنع زرع الكيس مثلا زرع الكيس الحمل فده بنشخصه بالمنزار الرحم وبنعالجه بالمنزار بتاعه الرحم ساعة بيبقى عندي الأنابيب مثلا سالكة في الأشعب السابقة بس هي مش غالة مش فانكشن كويس يعني هي وظيفتها مش موظفة كممر سالك إنما وظيفتها عشان الأنابيب زي ما حضرتك عارفة المفروض لها وظيفة هي لها طبيعي حركة كده بتلقط بيها البوايدة وبتدخلها من ناحية الرحم فساعة تبقى الممر نفسه الأنبوبة شغالة سالكة بس هي وظيفتها مش شغالة كويس دي برضو بنعرفها بالمنزار يعني أنا دخلت يعني في المنزار احنا بندخل بالبطن ونحن سابغى ونشوفها وهي معدية في الأنابيب قدام عينينا تمام ساعة بتبقى الأنبوبة معدية بس هي مش شغالة يعني ما فيش حاجة ستداعي هي شغالة قناة كده وشغالة وتمام بس في حياتك بتقول إيه سوى الوظيفة بالضبط هي المفروض إن قناة فلوب أو الأنبوبة دي جواها زي الخياشيم كده الخياشيم دي وظيفتها إن هي بتلقط البوايدة من المبيض في وقت التبويض وبتحركها ناحية الرحم عشان يتم التخصيب داخل الأنبوبة زي الأهداب كده بالضبط ساعة الأهداب دي بتبقى شغالة ودي بتبقى يعني عيوب خلقي يعني ما فيه عيوب خلقية كتير إحنا مش بنعرفها غلما نخش نبص نفسها ساعات الرحم كل العيوب الخلقية بتاعت الرحم رحم زو القرنين ورحم أحد القرن طبعا معظمه بتشخص بالحاجات العادية بس غير المنظار المنظار بيبقى ترجمة نانسي قنقر